روبرت المحاكمة ترفع من شعبية ترامب ولكنها أيضا على جهة أخرى قد تكون مفيدة لجو بايدن مايك بانس نائب الرئيس الأمريكي السابق وهو ينتقد ترشيح ترامب أو احتمال ترشيح ترامب بأن إن حصل هذا سيكون النقاش هذه القضية بدلا من النقاش الحقيقي سياسات بايدن الاقتصادية التي وصفها بالفاشلة فهل بايدن أيضا مستفيد من هذه القضية وشوشرة هذه القضية؟ لا رئيس بايدن يفضل تكلم عن مواضيع أخرى هناك 3.4% من نسبة البطالة وكان هناك خلق لفرص العمل وكان هناك تقلص لمستوى التضخم ولقد رأينا تحسن في المستوى الاقتصادي وفي الدفاع مع أوروبا أيضا والعلاقات مع آسيا وكان هناك تحسين في أمور لم نقم بها منذ 30 عاما أيضا هناك قوانين بيئية تمت فرئيس بايدن لديه أجندة مهمة بدلا من التكلم عن أحداث مرتبطة بالرئيس ترامب وأحداثه اليومية وذهبه إلى السجن أو أمور أخرى فرئيس بايدن يفضل التركيز على الصحة والتعليم وما يمكننا القيام به للماضي قدما ترجمة نانسي قنقر